تغير كلي شهده اهتمام الدولة بالشباب منذ 2014 وحتى الآن تمثل في تحسين مكانتهم السياسية داخل مؤسسات الدولة فضلا عن تزايد دورهم الاجتماعي بالإضافة أيضا إلى فتح أفاق بينهم وبين شباب العالم في عام 2015 تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بتكليف من الرئيس السيسي والذي يهدف إلى تأهيل الشباب للقيادة من خلال إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري كان عام 2016 فارقا في تعامل الدولة مع الشباب حيث تم إعلان عام 2016 عاما للشباب المصري فضم هذا العام إطلاق العديد من المشروعات والبرامج التي تستهدف الشباب في مختلف المجالات وبهدف خلق جسور التواصل والحوار بين الشباب وكل من صناع القرار والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني تم إطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب بهدف تحفيز طاقاتهم وتطوير قدراتهم على الابتكار بناء على قرار جمهوري أصدره الرئيس السيسي في الثامن والعشرين من أغسطس لعام 2017 تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم في نوفمبر لعام 2017 تم إطلاق منتدى شباب العالم في مصر لأول مرة كقناة اتصال بين شباب المصري وشباب العالم بدعم من الرئيس السيسي والذي أعلن دعوته للشباب من مختلف دول العالم ليعبروا عن أرائهم ورؤيتهم لمستقبل أوطانهم والعالم أجمع وبعد النجاحات التي حققها منتدى شباب العالم تم انعقاد المنتدى سنويا حيث أطلقت النسخة الثانية منه في الفترة من الثالث وحتى السادس من نفس الشهر لعام 2018 وكانت الثالثة خلال الفترة الرابع عشر حتى السابعة عشر من ديسمبر لعام 2019 بينما حالت جائحة كورونا من دورية انعقاده سنويا أيضا انعقدت نسختان من ملتقيات الشباب العربي الأفريقي بهدف خلق قنوات اتصال بين الشباب المصري وشباب المنطقة العربية وقراتهم الصمراء ففي مارس لعام 2019 انعقد منتدى الشباب العربي الأفريقي في مدينة أسوان وفي ديسمبر لعام 2019 انعقدت النسخة الثانية من المنتدى وتم فتح المجال أمام الشباب لتولي المناصب القيادية والمشاركة في العملية السياسية داخل مصر خلال السنوات الأخيرة فقد تضمنت حركة المحافظين في نوفمبر لعام 2019 تمثيلا فعليا للشباب وذلك في إطار توجه الدولة نحو التمكين بالمناصب القيادية بعد تأهيلهم بشكل مناسب يسمح لهم بتولي بعض المناصب القيادية وضمت الحركة 39 قيادة جديدة ما بين محافظ ونائب للمحافظ من بينهم 60% من الشباب حيث ضمت اختيار 16 محافظا و23 نائبا وجاء عدد الشباب 25 قيادة منها اثنان من المحافظين و23 نائبا للمحافظين جميعهم من فئة الشباب فضلا عن اختيار عدد من القيادات الشابة في مناصب نواب الوزراء مشاهدين كان هذا عرضا لما شهده الشباب المصري من تغيير كلي وجذري في الاوضاع منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة حيث حققوا العديد من النجاحات الملموسة في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي شكرا لطيب المتابعة